تصل إلى هذه النتيجة التي يجب أن يفهمها كل بكري اليوم أن علماء هذا المذهب شيوخ هذا المذهب واحد مثل ابن تيمية الذي يسمونه شيخ الإسلام هؤلاء كذابون كذابون يستعملون آلة الكذب لإخفاء الحقائق عنكم عندهم استعداد وجرأ إلى الحد الذي يجعلهم يكذبون بالتأريخ كله كل التأريخ هل تصدق أن هناك من متكلمي طائفة البكرية من أنكر حرب الجمل أصلاً قال ماكو أصلاً شي اسم حرب الجمل كله كذوبة ليش لأنها حرب محرجة بالنسبة إليه شي سوى يدري أنه مهما يرقع ما تترقع أنه ما أدري عائشة ذهبت من أجل الإصلاح وما أدري كان أكو طرف ثالث هم جماعة عبد الله بن سبق وأصحابه هم الذين افتعلوا المعركة وبعدين تشابك وما ندري شلون وفتنة وكذا وآخر شي ركبوها برأس إبليس ويطلعون ما تصير يقول لك هذا ما مقنع فأحسن طريقة شنسوي نقول لا يا بنتوا أصلاً متوهمين ماكو أصلاً معركة جمل غير موجود أصلاً 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 ما صارت بعد هذا تتعجب لما يأتونك وينكرون مثلاً الهجوم على فاطمة الزهراء عليه السلام يا أخي هذا الأمر جدًّ محرج بالنسبة إليهم طبعًا ينكرونه إذا حرب عظيمة شارك فيها الآلاف وتناقلتها الرواة وسارت بها الركبان في العراب صار فيها أشعار أنثار مؤلفات أقوال روايات قصاص حكاية حرب أكملها أنكرت تريد حادثة صارت بعيد شهادة النبي صلى الله عليه وآله بأيام بخمسة أيام هذه لا ينكرونها هذه أسهل عليهم ينكرونها